أول خسائرنا من عاصفة التنين النهاردة كان حادث قطار حيث قالت وزارة الصحة والسكان أن حادث تصادم قطار ركاب رقمي 989 و991 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي مبابا ورمسيس أصفر عن 13 مصابا ولا وفيات حتى الآن وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات أنه تم إرسال 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر وشبرى العام والسكة الحديد وجاءت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة أما هيئة السكة الحديدية فأعلنت في بيان لها اليوم أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكة الحديدية نظرا لسوق الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب هيئة السكة الحديدية بدورها أعلنت في بيانها الثاني أن القطار رقم 991 القادم من سهاج إلى القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة وهناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوق الأحوال الجوية واستضم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 من أسوان وفي انتظار بدء معينة النيابة لمكان الحادث بعدما انتقل الفريق مهندس كامل الوزير إلى مكان الحادث لمتابعة الأمر